حتى أدير هذا الويبنار الويبنار اليوم حول إدارة سروية طبيعية في السودان السودان لا يخفى على الجميع أنه تتمتع بسروية طبيعية وفيرة بما في ذلك أراضي زراعية شيسعة وردمائية وفيرة مع عادن مثل الزهب واليونانيوم بالإضافة كذلك إلى احتياطات نفطية هامة ولكن على الرغم من هذا الغناء إلا أن إدارة الموارد بشكل فعال تبقى وتظل تحدي كبير أمام البلاد أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه إدارة الموارد في السودان هو نقص الأطر التنظيمية الشاملة والقدرة المؤسسية على حكم استخراج الموارد واستخدامها بشكل مستدام فمنذ الأزمان القديمة كان هناك حالات من استغلال الموارد الطبيعية لكن بدون تنظيم مما أدى إلى تدهور البيئة والاستراب الاجتماعي في بعض المناطق عليها على ذلك ترتبط إدارة الموارد الطبيعية في السودان ارتباط وثيق بالمناخ الاجتماعي والسياسي مسائل مثل تبعية الأراضي والوصول إلى الموارد وتوزيع إرادات من استخراج الموارد يتدخل، كل هذا يتدخل في كثير من الأحيان مع الديناميات السياسية الأوثع بما في ذلك الصراعات حول السلطة والحاكمة حسب البحوث التي قمت بها قبل الويبنار شفت أنه في سنوات الأخيرة تم بجل جهود لمعالجة هذه التحديات من خلال إسلحة تشريعية ومبادرات تهدف إلى تحسين هيكل الحكم وتعزيز الممارسة المستدامة إلا أن ذلك لم يكن كافيا ما يعيق هذه الإجراءات في كثير من الأحيان وهو عامل وهي مجموعة من الأسباب والمساببات التي تشارك فيها عديد البلدين المجاورة للسودان وهي كثيرة منها وأهمها لعلها الفساد وآليات الإنقاذ غير الكافية ولكن أبرزها يظل الثرعات المستمرة في بعض مناطق البلاد يعني والحرب التي نشبت في أبريل 2023 هي خير دليل على ذلك ولكن اليوم مع اقتراب نهاية الحرب بشكل لا مفر منه فإن التحذيرات لفترة ما بعد الحرب بما في ذلك الأطر الدستورية والقانونية أصبحت أمرا ضروريا في هذا السيق يصبح التركيز على الحفاظ على الموارد وحماية البيئة أمر أساسي وضروري ضمن الإطار الدستوري وهو ما سوف نناقشه اليوم في هذا الويبنار سيمينار مع كل من الأسيد للبريدين الأستاذ طارق المجدوب والأستاذة يسينيا الهشمي سوف أبدأ ممكن بالخلافة لما جرت عليه العادة بالأستاذ طارق المجدوب ممكن لأنه هو ماينوريتي اليوم بما أنه الرجل الوحيد الذي سيقدم فأستاذ طارق سوف يحدثنا عن إدماج الحوكمة البيئية والموارد الطبيعية في الدستور أستاذ طارق مجدوب تبارك الله سيرة ذاتية طويلة جدا لكن خريني أقدم الأستاذ طارق مجدوب لمن لا يعرفه هو متحصل على مجدد القانون مستشار قانوني لأجهزة تنفيذية وتشريعية في دراسة وسيغ القوانين هو مؤسس الإدارة المتخصصة بشؤون الدستور بوزارة العدل مشارك في أنشطة المؤسسات البحثية ومنظمة المجتمع في التوعية والمشاورات الدستورية في موضوعات بناء السلام والعادلة الانتقالية والتحاول الديمقراطي كما أنه مشارك في عدد المشروعات الأسلاح القانوني لقوانين البيئة والنويرة الطبيعية مما يجعله خير متكلم اليوم في هذا المجال كما أنه محاضر غير متفرغ في كلية القانون ومعهد دراسة البيئية بجماعة الخرطوم وكلية العلوم واتقانة بجماعة النيلين ومعهد العلوم القضائية والقانونية هو كذلك عضو بشبكة إفريقية للمعرفة البرلمانية وانتدب خبيرا تشريعيا في مجلس الأمة كما أنه خبير تدريبي معتمد لدى عدد من المؤسسات التدريبية والبحثية الدولية والإقليمية أستاذ قطارق لكم الكلمة شكرا جزيلا أنا سعيد بالمشاركة في هذه الورشة الهامة والسيمينار ونرحب بزميلتي أستاذ سامي الحاشمي والإخوة المشاركين من الزملاء ومن الخبراء ألاحظ بعض الأسماء المربوقة وأبدأ مباشرة بالحديث عن موضوع المداخلة وهي إدماج حكمة البيئة والموارد الطبيعية في الدستور لاحظت كلمة حكمة بدلا من كلمة إدارة برغم أن إدارة استخدمت في عنوان السيمينار بدلالة الفحوة بما أنها في الدستور معنى ليست الإدارة التنفيذية التقليدي وإنما الإدارة بالمعنى الشامل مثل ما نقول الإدارة الأمريكية ونقصد الجهاز التنفيذي والتشريعي ولكن كلمة حكمة هي ذات دلالة أوسع لأنها تستوعب حتى البعد الدولي في المعايير الدولية للبيئة والتنمية المستدامة وكذلك المعايير الدولية فيما يتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة والحقوق والحريات ولذلك سنتناول من خلال أربع محاور خاتمة نتحدث عن شكل الدولة مستعرضين أهم السماس المشتركة للدولة الفيدرالية باعتبار أنه نظام الحكم في السودان خاصة بعد الاتفاقيات المتعددة منذ تلاتة سبعين جنح في اتجاه النظام الفيدرالي نتناول صيق تخويل السلطات والفيدرالية المالية باعتبارهم أقرب السمات صلة لموضوع السمينار ثم نتحدث عن نظام الحكم سواء كان الرئاسي أو البرلماني أو الهجين مركزين فيه ومصابين على اتساع التمثيل والرقابة والمحاسبية كسمتين من سمات الحكمة الرشيدة ثم نتحدث عن آليات وإجراءات إدارة الموارد الطبيعية ما هي الميكانيزم ذن بروسيجر مثل هي بتكون منصوصة عليها استثناء في اتفاقيات البيئة والموارد الطبيعية لتلزم الدول في وضع موضع التنفيذ من خلال الأدوات الدستورية والتشريعية والتنفيذية ونركز على آليتين هما التقييد والحظر وتدابير تنظيم التجارة الدولية ثم نفرد مساحة كافية لآلية تقييم وتقويم الأثر البيئي ونحاول نطلع منهم بأبرز المجالات أو الموضوعات التي يمكن إدماجها في الدستور لتعبر عن هذا البعد الدولي لموضوع الحكمة البيئية ثم نتناول أخيرا الحقوق البيئية حق في بيئة سليمة ومعافاة من خلال دلالات الضمنية والمباشرة وننتهي بمؤشرات أو مخترحات لإدماج الاعتبارات البيئية في الدستور فقط لإثراء النقاش وليس للوصول إلى توصيات محددة باعتبار أن الأمر هو مشاور أكثر منه لمخاطبة متخذي قرار أو مشرعين أو من من يقدر بهم الوصول إلى نهايات أولى خلاصات نبدأ بموضوع السمات المشتركة في الدولة الفيدرالية ونربط بموضوع الحكمة باعتبار أنه النظام الحكم في الدولة الفيدرالية بالضروري يقوم على شراكة بين وحدات مكونة ومستوى مركزي هذا يمكن يتم باي ديسينتيجريشن أو باي أجريجيشن يعني إما بتفكيك دولة موحدة في السابق لتصبح دولة التحادية أو لتجمع مجموعة من الدول التي سبق لها أن كانت مستقلة لتكون الدولة الفيدرالية أو الاتحادية هنا يبرز موضوع معايير الأقاليم أو الوحدات المكونة وموقع الموارد الطبيعية من حيث الملكية والإدارة والانتفاع بالموارد من هذا الموضوع ثانيا تخويل سلطات لمستوات الحكم يأتي موضوع السلطات الأصيلة التي تسند المستوى الاتحادي أو المستوى الولايات أو الحكم المحلي وأهمية وجود البعد البيئي تضمين البعد البيئي في معايير قسمة السلطات ثم موضوع المشاركة التي هي واحدة من عناصر الحكمة كيف أن الأقاليم بالإضافة لتمتعة بالحكم الذاتي هي تشارك في رسم السياسات وإصدار التشريعات على المستوى الفيدرالي خاصة فيما يتعلق بتخصيص وموارد وإيرادات مالية بموجب الدستور لتمكين مستوى الحكم بممارس السلطات وتحقيق التوازن في التنمية والخدمات العامة على مستوى الدولة وهذا ما يشار إليه اصطلاحاً بتعبير الفيدرالية المالية ثم وجود آلية لتنظيم وتنسيق العلاقات بين مستوى الحكم وذلك بهدف التعاون ودرء المنازعات وأخيراً آلية للحكم والفص النهاي في المنازعات الخاصة بمستوى الحكم نبدأ بأنماط قسمة السلطات في الدستور الفيدرالي وهي كما تتضح من الشريحة تشمل صيغة السلطات المتبقية وهذه تكون في الدول التي سبق لها أن كانت مستقلة واتحدت في حد أدنى من المسائل المركزية التي تريد أن تتعاهد عليها والمثال لذلك الولايات المتحدة الأمريكية حيث هناك قائمة واحدة بالسلطات الاتحادية التي يختص بها الاتحاد حصراً وكل ما لم يذكر في هذه القائمة أو السلطات المتبقية يعتبر من سلطات الولايات أما بالنسبة للدول التي نشأت عن تفكيك أو إعادة هيكلة للدولة البسيطة فيوجد نظام أو صيغة السلطات الحصرية بوجود قائمتين قائمة للمسائل التي يختص بها المستوى الفيدرالي وقائمة بمستوى الولايات أو المحليات أو أي مسمى للصاب ناشنال يونيت هنا بهمنا أنه لا بد يكون في صياغة محكمة لموضوع البيئة والموارد الطبيعية تجربتنا في السودان أن الصياغة كانت غامضة وكانت مثيرة للجدل حيث ورد البيئة والموارد الطبيعية في الجدول الأول الخاص بالسلطات الاتحادية والجدول الثاني الخاص بالسلطات الولائية وردت كلمة الغابات الولائية الأراضي والموارد الطبيعية الولائية دون أن يوجد معيار للتحديد ولذلك هنا يكون هناك ضرورة لتحديد والصياغة المحكمة صيغة ثالثة رأيت أن أدمج مع صيغة التشفيع الإطار هي صيغة السلطات المشتركة والذي يجمع بينهما هو ما يسمى بالفيدرالية التعاونية يعني نظام الحكم القائم على أن السلطات في معظمها تكون فيدرالية والتنفيذ يكون على المستوى الأقرب المستوى الولائي والمحلي وأحيانا يشار له بمبدأ التابعية أو الصبصديري سلطات المشتركة أو المتزامنة ببساطة هي مجموعة من الاختصاصات يختص بها أو تسند لكل المستويين مع مراعاة سيادة التدابير إما المركزية أو الولائية حسب ما ينص عليه الدستور وهذه أيضا تتوقف على طريقة قيام أو تكوين الاتحاد الفيدرال وأعتقد بأن صيغة السلطات المشتركة من أنسبة صيغ لمعالجة موضوع البيئة أو الموارد الطبيعية في دولة مثل السودان تحتاج للبنيات التحتية وتحتاج للمجهود بتاع العلاقات الخارجية والتدريب كله على المستوى القومي فأن تكون هناك سياسات وتشريعات وطنية فيدرالية ثم تكون هناك تشريعات ووسائل تنفيذية على مستوى الأقاليم والمستوى الحكم المحلي يكمل ذلك نمط آخر خامس هو أن يحدد الدستور ومثال لذلك الدستور الألماني يحدد دستور قائمة بالمسائل التي يختصر فيها يختص بها المستوى الفيدرالي ولكن يختصر اختصاصه على إصدار تشريعات إطارية بمعنى موجهة فيها أمبريلا زي ما مرات بسموها أو فريمورك تأتي التشريعات الولائية أو المحلية مكملة لها ومتثقة معها وهنا يمكن أيضا نضرب مثل بما هو موجود عندنا القانون البيئي الإطاري قانون حماية البيئة لسنة 2001 يمكن أن يكون مثال وتقريبا هو أول تجربة لإدخال فكرة القانون الإطاري في السودان نأتي لمبدأ هام هو الفيدرالية المالية وهو مبدأ دستوري خاص بالأنظمة الفيدرالية وحيانا يطلق في غير الأنظمة الفيدرالية علاقة بموضوعنا بتاع الموارد الطبيعية أنه هناك آلية تشارك فيها الوحدات المكونة تعمل على تحقيق التوازن في التنمية والخدمات العامة على مستوى الدولة من خلال معايير لإعادة تخصيص الموارد الطبيعية والمشروعات المشتركة بين المستوى القومي والمستوى الإقليمي والمحلي أهمية البرلمان ذو المجلسين هنا تظهر بأنه هناك مجلس يخص بالإقليم أو الأقاليم أو الوحدات المكونة يناقش ويقر التحويلات الفيدرالية والمشاريع المشتركة وصيغ الموازنة وقياسية الخدمات على مستوى الدولة هذا يعالج لنا الخلل في العدالة في التنمية والتوازن والإنصاف في الخدمات الاجتماعية هذا ما يعالج قضية السلام وقضية إنهاء الغبن التنموي هنا تظهر أهمية المشاركة المؤسسية في السياسات والخطط والتشريعات والموازنة الفيدرالية هذا أيضا يؤشر إلى أهمية أن هذه القوانين سواء كانت فيدرالية أو ولائية أو مشتركة أو إطارية تكون من وراء استراتيجية تنموية واستراتيجية للموارد الطبيعية وللبيئة تعتبر هي كأنها استراتيجية تشريعية تأتي تحتها مكملة لها التشريعات على المستوى المختلفة أخيرا فيما يتعلق بالسمات العامة نتحدث عن الرقابة القضائية أو ما يسمى بالفيدرالية القانونية إذا كان الفيدرالية كلها قيمة على فكرة تقسيم المسائل أو مجالات الاختصاص فلا يتصور لا يتصور عفوا أن تشمل المسائل المسندة في جداول الاختصاصات كافة المسائل التي يحتاج المشرع أن يشرع بشأنها ولذلك هناك مجال في الدول الفيدرالية للمحكمة الدستورية أو المحكمة العلية أي أن كان مسمىها في أن تتولى مهمة تفسير وتأويل هذه الجداول بما يجعلها قابلة للتطور والاستجابة للإحتياجات اللامتناهية بدون الحاجة إلى التعديلات المتكررة للدستور هناك دولة واحدة مبلغ علمي أسند هذه المسألة إلى الاتحاد الفيدرالي أو المجلس الفيدرالي إثيوبيا بالإضافة لأنه هو مجلس تشريعي هو مجلس لتسوية المنازعات والفصل في الخصومات من هذا النوع في السودان كان المحكمة الدستورية وهي بعد التنسيق وبعد المحاولات الودية هي الجهة الحاكمة النهائية في تسوية النزاعات وفي السودان هذه التجربة ارتبطت بإدخال النظام الاتحادي منذ دستور سنة 98 ومرورا بدستور 2005 الملغي ننتقل للفقرة الثانية وهي نظم الحكم وذكرنا بأنه أهمية هذه الفقرة هي الوقوف على موضوع المحاسبية والرقابة كأنصرين من عناصر الحكمة معروف أن النظام رئاسي قائم على سلطة تنفيذية منتخبة بالتوازن مع السلطة التشريعية وأن العلاقة بيناتهم قائمة على الرقابة والتوازن أيضا الكلاسيكا الإجزامبل هو الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الأنظمة الفيدرالية قائمة على النظام الرئاسي يقابلوا النظام البرلماني الذي تنبسخ فيه سلطة تنفيذية من البرلمان المنتخب بمعنى أنه الرئيس في النظام البرلماني والحكومة منتخبة من البرلمان وليس منتخبة من الشعب ولذلك هي خاضعة للرقابة وخاضعة للسيف المسلط بتاع سحب السقة منها ولكن علاقة التعاون والتوازن هي الأصل النظام الآخر هو نظام هجين يجمع بين السمات الرئاسية والنظام السمات البرلمانية وهو ما حاولت بعض الأنظمة الرئاسية ابتداء من دستور 73 كان مروراً بدستور 98 وأخيراً التعديل في دستور 2005 في سنة 2016 بإدخال منصب مجلس الوزراء وخضوعه للعزل بواسطة البرلمان الرقابة تنشأ من خلال الخطابات أو مخاطبات سلطة تنفيذية التقارير وطلبات الإضاحة أو الأسئلة والأجوبة كل هذه آليات برلمانية للمحاسبة وجود خطة عامة واستراتيجية للدولة يكون هي بالإضافة للدستور هي حاكمة ومعينة في الرقابة البرلمانية ويمكن أيضاً أن تأتي الرقابة البرلمانية كوسيلة لمنع الفساد الذي تحدثت عنه الأستاذ أمل في الخطاب التقديمي أو في كلمتها التقديمية وذلك من خلال وجود لجام متخصصة دائمة أو وجود مؤسسة شبية بما يسمى بالأمبوتسمان أو الرقيب البرلماني تعنى بقضية الاستثمار في المشروعات الكبرى المتعلقة بالموارد الطبيعية والتي قد تؤدي إلى استنزافة وبالتالي يكون هناك دور لنظام الحكم في إسناد الحوكم الرشيدة للبيئة والموارد الطبيعية نأتي للفقرة الثالثة وهي آليات وإجراءات تنفيذ الاتزامات بموجب الاتفاقيات البيئية الدولية من المعلوم أن الاتفاقيات الدولية بصفة عامة أو as a general rule بتكون objective oriented يعني هي تهدف إلى تحقيق أهداف وليس means oriented لا تجنح إلى وضع تفاصيل وتحديد وسائل للتنفيذ وإلا صارت تشريعات وهذا يجعل يكسب الاتفاقيات الدولية المرونة بأنها تكون قابلة لاستيعاب التنوع في الأنظمة القانونية كل ما سكتت عن الاتفاقيات الدولية تلزم الدول تلزم الدول بتطبيقها وفقا لدستورة وتقاليد التشريعية المختلفة التي تتباين من نظام لآخر أما في بعض الحالات الاستثنائية هناك بعض الآليات والإجراءات تم النص عليها في بعض الاتفاقيات ولذلك سنركز على آليتين فقط هما آلية الحظر والتقييد restriction and prohibition وآلية trade regulation أو وضع قيود على التجارة لأن هذه تعين في أنها يكون في approximation أو مقاربة أو توحيد ممكن uniformation للقوانين الوطنية مع القوانين في الدول المختلفة وفقا للقواعد المتفق علىها في هذه الاتفاقية من أمثلة biodiversity اتفاقية 73 بشأن التجارة الدولية وكذلك اتفاقية 89 بشأن نقل النفايات السامة والخطرة وهذه كلها يمكن أن يكون عندها constitutional backing يعني يكون في أساس دستوري للقوانين التي تأتي إطارية أو تفصيلية لتضع الاتفاقيات موضع التنفيذ أستاذ فقط لتذكير تبقى لكم من الوقت خمس دقائق شكرا شكرا إن شاء الله ونوفره نركز على تقييم وتقويم الأثر البيئي كآلية هامة تجمع بين خصائص عدد من الآليات والإجراءات سواء كان في الانتي بوليوشن ولا في الكونسيرفيشن في منع التلوث أو في المحافظة واستدامة استغلال الموارد فهذه الألية عبارة عن دراسة مطلوبة من ناحية قانونية حسب منصة التباقية إثبو في المشاريع التنموية المهمة التي يكون لها أو يحتمل أن يكون لها أثر سالب على البيئة وتشمل الخيارات المتاحة وتشمل أيضا المشاورة الشعبية بحيث أنه تأتي ملبية للإنديجينس أونرز واللوكل كوميونيتيز أنه المجتمعات المحلية تشارك فيها وتقدم أربعة أو ثلاثة فوائد هي أنها تعرف متخذ القرار بالنتاج المترتبة على قرارات يعني بيزيكالي فكرة التنمية المستدامة القرار ما يكون قائم على الكوس فيرسس بينيفيت يكون الدراسة الجدوى الاقتصادية معها الجدوى البيئية والجدوى الاجتماعية وهذه الثلاثة تشكل مسلس التنمية المستدامة كذلك توفير المعلومات وإمكانية المشاركة العامة public participation وتوفير المعلومات بمعانة شنو الترانسپيرنسي والأكسس توينفورميشن هذه أيضا كلها مفروض يكون في ضمان لها في الدستور integration أو تضمين البعد البيئي في المجالات الأخرى للغرار وتعزيز الالتزام الدولة في عدم التسبب عن دراية في الأضرار البيئية العابرة يعني الموارد الطبيعية خصت من دون الموارد من المسائل الأخرى بمبدأ اسمه مبدأ السيادة على الموارد الطبيعية ولكن الاستثناء منه بشرط عدم التسبب عن دراية في الإضرار بالبيئة يعني في السودان حصل اكتشاف للنفط وحصل توسع في الاستثمار في الذهب وحصلت مشاريع زراعية وري من الصبسويل من المياه الجوفية ولا أحد يسأل عن دراسة الجدوى أنا جلست قريب من الدبة وكنت دائرة أعرف المعلومات أو دراسة الجدوى التي استند عليها مشروع أمطار الذي يسحب من الرصيد بتاع المياه الجوفية فيما يسمى بالحوض الرمل النوبي ومشترك بأربع دول ولكن لم أجد إجابة ولم أجد فرصة لتمكيني من المعلومات أخيرا فيما يتعلق بالجانب الدولي للمعايير الدولية نتناول موضوع الحقوق البيئية وهو موضوع أيضا دستوري لأنه الدستور يبين شكل الدولة يبين نظام الحكم ويبين الحقوق والواجبات والحقوق والحريات فالحقوق البيئية مقصود بها الحق في بيئة سليمة للإنسان حق إنساني وحق للشعوب والدول والجماعات وهي أيضا تشمل حماية الكائنات الحية حماية الهواء التربة والماء والعمليات البيئية الأساسية والانتاجية المستديمة للأرض والحماية ضد التلوث بالمواد السامة كما يتضمن الإدارة الرشيدة للغابات وصيانتها وحفظ التوازن البيئي والنظام الإلكولوجي عليه يقتضي حماية جميع العناصر المكونة للبيئة ولذلك وثيقة الحقوق والحريات يجب أن تشمل الحقوق البيئية هنا ثلاثة حالات للمعالجة على المستوى الدولي للحقوق البيئية هناك شواهد في بعض المواثيق الدولية مثل إعلان العالم الحقوق الإنسان والعهدين الدولي الحقوق المدني والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن بعض المواثيق الإقليمية بصورة ضمن